سرطان الثدي ذلك المرض الذي تحول لهاجس مرعب تخشاه السيدات بات من الممكن أن يصبح حالة عرضية قليلة الضرر إذا تم الكشف عنه في مراحله المبكرة كما ينصح بذلك الأطباء والخبراء الذين أكدوا إمكانية الشفاء الكامل منه إذا اكتشف في مراحله الأولى تتوافق هذه التوصيات مع حقيقة أن غالبية توفيات سرطان الثدي عالميا تحدث في الدول النامية والفقيرة حيث يتأخر التشخيص بسبب قلة الوعي الصحي وعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة ومع تقدم العلم تطورت إمكانية الكشف المبكر عن سرطان الثدي فهناك عدة طرق وأجهزة للكشف عن المرض تتفاوت بالسرعة والدقة والإمكانية منها استخدام التصوير الشعاعي فالأشعة قادرة على الكشف عن الأورام السرطانية في الثدي خلال مراحلها الأولى ما يجنب المريضة خطر انتشار المرض ومن ثم الوفاة أما الطريقة الثانية فهي استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية حيث يعتبر الفحص بالسونار هو الأفضل كونه أكثر دقة وأمانا بالنسبة للمريضة وفي الآوينة الأخيرة توصل الطب إلى تقنية الماموغرام وهو الفحص الشعاعي لأنسجة الثدي ويفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الفحص بالماموغرام أثبت فعاليته في تقليل وفيات المرض بنسبة 20 إلى 30% بين المصابات أما الفحص بالرانين المغناطسي فيعتبر أكثر دقة من كل من الماموغرام والسونار فهو يخطو خطوات سريعة ليكون أكثر شعبية وانتشارا في الأوساط الطبية وبلغت تمييز التكنولوجي مرحلة مهمة بتطوير تقنية تصوير الأنسجة إلى تصوير الثدي بالأشعة الرقمية ممكن الأطباء من تشخيص المرض حتى قبل انقسام الخلايا وتحولها إلى سلطان عبر تقنية التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد الذي يعتبر انتدادا لتصوير الماموغرام وكشف مؤخرا في ألمانيا عن جهاز جديد أطلق عليه اسم الماسح الآلي لحجم الثدي الذي يعمل على مسح شامل لمنطقة الصدر بشكل ثلاثي الأبعاد ويخلو تماما من الأشعة فيما أكد القائمون على الجهاز أن فائدته تكون بالدرجة الأولى للمرأة المريضة التي تم التأكد من إصابتها حيث أثبت الجهاز مقدرته على الكشف عن أي أورام أخرى وتحديد أماكنها بدقة متناهية